بسم الله الرحمن الرحيم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤفق الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يسترشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليعوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ولئن ذهب السيئات عني ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك ساركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صبرك وضائكم به صبرك أن يقولوا لولا أنذر عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استفعتم من دون الله وادعوا من استفعتم من دون الله إن كنتم خالقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوصي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقتون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفو به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد فأولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يرصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وبل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالر الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذبري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوف قد جابلتنا فأكثرت جبالنا فأثنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واسمع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسحر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريخا وبرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعو إلى جبل يعصنني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعيرك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تعفر لي وترحمني أكون من الخاسرين إلي يا نوح إلي يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبر هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم بذرارا ويذركم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بثارك آلهتنا عن قولك وما نحن بثارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تسركون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبألعتكم ما أوصلت به إليكم ويستخلف ربي قوما عيرة ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلي وتلك عاد اندحدوا بآيات ربهم واعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنير وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود آخرهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تبعونا إليهم يبر قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينفرني من الله إن عصيته فما تجيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة من نار من خزي يوم إذ إن ربك هو القضي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بأجر حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخص ما أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجود وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميث مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواف منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضعق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حص وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رقم كبير قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مطيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منظر متومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم سعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقفوا المكيان والميزان إني أراكم بخير إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقصة ولا ترخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفتدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرحيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستعفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وذود قالوا يا شعيب ما نفته كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعجيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخديه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخديه ومن هو كاذب فارتخبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدعين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فاشتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بإسرس المرسود ذلك من أنباء القرى لكثه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاء غير مجئذود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة انتبقت من ربك لكوي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاشتقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم ملاك فرون وأخذ الصلاة طرفين نهار وثلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيأ أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك حلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤاذك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فأقبله وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون بالأمر كله ترجمة نانسي قنقر